أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث بالهدى للعالمين محمد وعلى آله هدى تدين إلى يوم القيام كان الكلام في هذا المحور الملحمي من محكمات القرآن الكريم المذكور في سورة البقرة في أوائلها وغير سورة البقرة من سور أخرى نستطيع أن نعبر عنه منهج المعرفة ومر بنا أنه القرآن الكريم في منهج المعرفة يذكر عدة أسس الأساس الأول فيها الاستمداد من الوحي وأن الوحي دو طبقات هذا الأساس الأول الأساس الثاني الفحص والبحث والسعي والحركة أكس ما لدى الصفصطيين والمشككين يتمترسون ويتقنعون ويتقنعون بماذا يتقنعون بالسؤال عن الكسل الكسل وعدم الفحص حقيقة التشكيك حقيقة التشكيك وحقيقة الريبة كما مر بنا هذا هذا الأساس الثاني نبذ التشكيك يعني ليس نبذ السؤال نبذ التململ نبذ الإنكار النتائج السريعة المستعجلة من دون فحص الأساس الثالث الطهارة هدى للمتقين الطهارة لا بد منها وتأثير ذلك الأساس الرابع الذي وصلنا إليه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة يؤمنون بالغيب الإيمان بالغيب أساس مهم في المعرفة لو لا إذعان نفسي لدى العلماء في كل علم سواء علوم تجربية أو علوم إنسانية أو علوم نقلية أو علوم عقلية أو أي مجموعة من العلوم الأخرى لولا إيمان أولئك العلماء إيمانهم بوجود منطقة غيبية أو غيب وراء ما يعلمون لما رأينا منهم حافز وباعث نحو وسعي نحو اكتشاف المجهول فالإيمان بالغيب عامل محفز باعث نحو نحو السعي إلى اكتشاف المجهول إلى اكتشاف المجهول عكس من يتوهم مثل ماركس أو غيره أن الدين أفيون الشعوب بالعكس الدين لا يخد الدين هو محفز لأن الدين يدعو إلى دوام تذكر أن هناك منطقة غيبية أن هناك غيب 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 يعني يحفز يستثير الإنسان نحو اكتشاف ذلك المجهول عكس ما يظن فهذا أساس رابع أساساً رابع في أن لذلك الذي عنده تحسس فيه نمط من الإنكار والجحود غير الصفسطة غير التشفيك ويغير مع الريبة والاسترابة نمط من التفكير الجحود والإنكار يتحسس مع كل شيء وراء الحس يعني عنده أصاة الحس صنمية الحس لكن لا يبوح بهذه البنية ويقول أنا حسي حسحسي مادي صنمي في الحس لا يقول الغيب خرافة الغيب خرافة يعني بهذا المعنى يقول هذا المطلب خرافي لأنه رجده غير حسي يقول إذن يساوي الخرافة إذا دققنا النظر نشاهد أن الكفر الصفة ليست صفة عملية فقط لا صفة ترتبط بالجانب العلمي في الإنسان الكفر يعني الكفر هو في اللغة في الأصل كفر 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 كذا كفر 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 كمصدر مو كفر أو اسم مصدر مو كفر بمعنى فعل ماضي كفر أو كفر وكذا يعني حجاب والستار يعذب الإنسان بسبب الكفر لأن فطرة تتطلع للغير فإذا حجب هو فطرته عن التطلع والبصير والإبصار والنظر للغير هي الفطرة تتعذب مرة بنا شيء من إشارة لهذا البحث عكس الإيمان لا فسحة نجاة شرح انشراح لماذا؟ لأن الإيمان إبصار للغيب ولو بدرجة مبهمة إجمالية فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا نعم يبصر لا يحجب حين دين على الواقعية فالإيمان صفة إدراكية أحد حيثياتها طبعا صفة إدراكية بصيرة باصرة نظر سلامة في البصر مفعل البصر لك يعيش في فصحة لأن ما ينظر ليه سعة فيه فصحة فصحة وسعة ما ينظر إليه فيه فصحة وسعة ما ينظر إليه فيه فصحة وسعة لذاك يعيش فيه فصحة وسعة المؤمن في القبر يمد إليه في بصره إيمان جعل بصير ما يكون القبر له ضغط يضغطه يحبسه أما الكفر حبس نظره هو سجن نفسه في حجاب فإذن لذلك الإيمان صفة علمية وليست صفة تخديرية عن العلم الكفر بالعكس رفض الغيب نعم لذلك القرآن الكريم يصف الكفار أو يصف المنافقين كما عفوا الكفار كما يئس الكفار من أصحاب القبور لأنه كافر لا يؤمن بالغيب ولا بالبرزخ ولا بحياة البرزخ ولا بحياة الآخرة يقول هذا الميت أصحاب القبر اندثر وفنى فناء بات فهو فهو يؤوس يؤوس يؤوسي يؤوس من حياة صاحب القبر كما يأس الكفار من أصحاب القبور على صفة الكفار من أصحاب القبور أما صفة المؤمنين ماذا؟ لا يأسه من أصحاب القبر في زيارة سيد الشهداء نعم أنه كما يأس الكفار من أصحاب القبور المؤمن ليس بيأس مطمئن نعم يطمئن ومسلم كما في بعض زيارات سيد الشهداء هكذا أنه أشهد أنك لم تموت لم تموت مو لم تموت مثل لا تقول لمن يقتل فيه سبيل الله أموت يعني ليس موت بمعنى عدم مطلق لمطلق الحياة لا أحياء لكن ما يقول أحياء في الدنيا أحياء من؟ عند ربين تارتاني يقول أصلاً ما ليهم حياة هذا كذب كذب يصير نفس مقوية الكفار كما يأس الكفار الكفار من أصحاب القبور كافر لأنه عنده حجاب ما يؤمن بي عوالم ما وراء ما يؤمن بأنه في حياة ما وراء الحياة إن هي إلا حياتنا الدنيا حاصر من ثم هؤلاء السلفية والوهابية مبتلون بالمذهب المادي الحسي وجحود الغيب فقط يقصر نظرة شوفه ما موجود تراب سمين قال لك أنه وجوده هذا بقط في عالم التراب والدنيا عند ربهم عالم آخر فضاء آخر إذا فضاء آخر كيف إذا أنت أسمن عند أنت كيف ما تريد يرتبط به الزيارة يعني أجي أزور أنت شنون الحية زور الحية أو لا طبعا آه ميت ليش الزورة شنون ما زورة هذا ميت عند الدنيا شي لأنه ميت مطلق حية لكن في حياة آخر أنا لما أجيه عند قبري أدق جرس استدعاء ليجيء من ذلك العالم وهنا نتلاقى الحي في الدنيا يلاقي من الحي في الآخرة القبور أبواب ونوافذ بين الدنيا ومين والبرزق سالبرزقا مسافة مو كبيرة يعني بالحظ يعني العواني من الأخرى بالنسبة لأننا نحن كالنمل عليها ليش مهول لكن المقصود أنه بالنسبة إلى عوالم أخرى البرزق قريب لذلك القرآن الكريم يصف يصف الكفار يعني كفر جعل حجاب عندما يبصر ما يبصر بأن هذا الميت مات دنيا لم يمت آخرة ولماذا لا يكون هناك علاقات تواصل بين الأحياء في الآخرة والأحياء في الدنيا شبكة التصار من قال لك لا تمجد كما يأس الكفار من أصحاب القبور يأسيون هؤلاء لأن الكافر ما يبصر من ثم هؤلاء السلفية والوهابية في حقيقة أمرهم مذهب حسي مادي المادة عندهم صنمية فيها الحس عندهم صنمية فيها حس ولا غير حسه بس لقلقت لسان وحسه بس هذا ميك هذا مو إيمان إذن أين أين الإيمان إيمان بشيء غير محسوس شيء موجود لكن غير محسوس أولا الإيمان بالحس هذا يسمونه إيمان هذا مو إيمان هذا حس الإيمان يعني في الأصل متعلق بشيء غير محسوس إسمي بعد الإنسان إلى نفية يبصره بعين القلب فعمي القلوب هذا خطار عامي الحس يقال لي مثلا مؤمن ربما يبتلى بالعمى بس هذا عمل حس أبو عشر أمتار هو شقد حس الإنسان كلمة بالزايد كرة الأرضية حس الفضان المجرى أما إدراك الإنسان بالخيال بالوهم بالعقل بالقلب أوه ما شاء الله مسافات إلى ما شاء الله كيف إذا واحد عمت بصر عما بصر يقال له أوه خد طبيب وتكلف أموال طائلة العملية الطبية لمعالجة هذه العين الحسية ونعمة هي من الله عظيمة لكن أين هذه العين من العيون الأخرى هذا الكافر أو الكفر أو المروج للكفر يفسد عيون مسلحة عظيمة أخرى كما يئس الكفر من أصحاب القبور أصلاً زيارة القبور تأكيد على وجود الغيب تأكيد على الإيمان بالغيب لأنه زيارة القبور كفر كفر بماذا زيارة القبور حجامة كفر احتجاب احتجاب عن معرفة ماذا لذاك بالعكس القوان الكريم يجعل معلم الكفر اليأس من القبور وأصحاب القبور من أصحاب القبور يأس المقطع ما عنده اتصال ولا عنده وصال أيها الوصول بأصحاب القبور أنت مؤمن هذا معنى القرآن مؤمن في عالم آخر في نشأة أخرى أو ليس القرآن الكريم يؤكد أن يؤكد عن نشأة الأخرى نشأة الأخرى نشأة كيف نكفر بها نشأة مو بشأة نشأة نشأة نشو من ورائهم سيأتيهم مرحلة أخرى هم نبسهم أهل الدنيا ورائهم برزقهم وراء كون وراء حسك لا يمتدوا إليه حسك وبصرة تكفر به وتنكر أنت أيها الباحث أنه محص كما في تعبير لطيف وارد عن الألم عليه السلام أن الخفاء بمعنى أوجب للإيمان من الشهادة والعلم أوجب يعني تسبب بصير لأمور وحث وسعي نحو واكتشافه أشد من الحس نحن إذ خفي علينا كنا أشد إيمان به مما لو ظهر لماذا؟ الظهر الظاهر محدود محبوس متناهي وأما الغير الظاهر لا متناهي الحافز نحو إدراك أشين الإذعان بكماله وكمالاته ولا تناهي كمالاته أكثر طبعا هذا في حوار بين المام الصادق وأحد الزنادق أيضا حتى الرضا قال لي كيف تؤمن بشيء لا تراه قال بالعكس لأني لا أراف أؤمن به لو رأيت بالحس لم أؤمن به بأنه لا متناهي إذن لم أؤمن به بأنه أزلي أبدي إله تفلت شلو لأني لأني لا أراه حسن آمنت به عجيب يا الله هذا لا أراه حسن آمن به طبعا لأنه ليس محدود حسي فلا محدود في ذلك أؤمن معنى الإيمان يعني إدراك لا محدود بس إدراك إجمالي من وراء بعد من وراء بعد لأننا لا نراه حسن فآمنا به بقلبنا رأيناه بقلبنا لا متناهي فقال لا متناهي قال لك كيف تعبد ربا لا تراه يعني لا تراه حسن قال لأننا لا نراه يعني لا نراه حسن آمننا به رأيناه يعني بقلوبنا أنه لا متناهي لأن القلب معد جهاز لدرك اللا اللا تناهي عينه ناظر اللا متناهي إذا كشوف يؤكد هنا في صورة البقرة القرآن الكريم الإيمان بالغير أساس خامس أو رابع قويم في المعرفة قال لأن ما أراه فأنا أنكر أجحله قال له سبحان الله يقول له الموصر نحن إذ لم نراه يعني حسن فآمننا به رأيناه بأنه لا متناهي لآثار هو يؤمن هذا الزنديق بأنه كل أثر له مؤثر فحيث لن نرى المؤثر حسن إذن هذا المؤثر مدام برهان موجود على أصل وجوده إذن هو لا متناهي ما يرى حسن إذن الله متناهي فآمننا به لأنه كفرنا به كما يأس الكفر من أصحاب الكفر يأوسي يأوسي هذا يأوسي كفري أما أما ذو الأمل مقابل يأس منها أمل يؤمل أصحاب القبور آه أمل عندك بأصحاب القبور نعم أنت مؤمن لأنه وصول متفاعل مع النشأة الأخرى لا تذكره نشأة الدنيا آه لا إله لأن الله تحركه النشأة الأخرى دا من يطرق بابها من هو بابها صحاب القبور أنتم قبوريون طبعا القرآن يقول المؤمنون قبوريون الكفار يأوسيون عن أصحاب القبور قبوريون لأنه أبواب البرزخ أبواب الآخرة كيف ما نؤمن بالآخرة وأبوابها القبور وهل لك أنتذب إلى الآخرة إلا من القبور لو لا تريد تطفر تطير ما تقدر كله نفسين ماذا نعم وداقة الموت حدا عندي المنطق السلفي لا تبدأ تشنون تروح أنت الآخرة إيمان بالغي أساس عظيم في المعرفة إيمان وصلى الله على محمد والعطان ترجمة نانسي قنقر موسيقى